نقلة جديدة في مجال الرقمنة يعول عليها في القفز ببلادنا على لائحة الحداثة في هذا المجال بعد أن كانت متراجعة في التصنيف الدولي رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني وضع الحجر الأساس لهذا المشروع الأول من نوعه في بلادنا وذلك تجسيداً لبداية استقلال رقمي يتزامن مع الفعاليات المخلدة لذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال الوطنية الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث تنوعت وسط حضور حكومي ودستوري وديبلوماسي مكثف حزمة المشاريع الجديدة تضم وضع الحجر الأساس لتشهيد مركز بيانات من المستوى الثالث وإطلاق مشروع نظام للتواصل بالفيديو لشبكة الانترنت الحكومية ومشروع إنشاء منصة لرقمنة الخدمات العمومية ثم منصة لاستضافة التطبيقات الحكومية عمدة بلدية تفراغ زينة استهل الفعاليات بكلمة ترحيب ذمنت باسم السكان هذا الإنجاز وما سينجم عنه من فوائد في عصر المعلومات المتدفقة بينما وضع وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المناسبة في سياقها متطرقا إلى مزايا وخصائص هذه المشروعات وانعكاساتها المتوقعة على الحياة الرقمية في بلادنا والحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل العام وتابع رئيس الجمهورية فيلما وثائقيا تناول أبرز محطات تنمية قدرات قطاع الرقم والابتكار وعصرنة الإدارة وسط معطيات ومؤشرات تعززها البيانات والأرقام والخرائط بعد ذلك أزاح رئيس الجمهورية الستارة عن اللوحة التذكارية للمشروع الهام